يستعد العراقيون يوم غدا إلى المشاركة الواسعة في إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة واغتيار من يمثلهم في المرحلة المقبلة وتصحيح المسار القديم من خلال اختيار الشخصيات المستقلة يوم النواحد يفصل العراقيين على أجراء الانتخابات التشريعية المبكرة واغتيار من يمثلهم في البرلمان وسط استعدادات للمشاركة الواسعة والإدلاء بأصواتهم في صندوق الاغتراع بالنسبة للانتخابات أنا كمواطن لازم أشارك ليش لأنه هذا يعتبر واجبي وإذا نريد التغيير باعتبار أننا بلد ديمقراطي لازم نغير لازم يصير التغيير عن طريق الانتخابات وليس عن طريق آخر فبما أنه انتخابات وأنا مواطن من حقي انتخب فلازم انتخب الأفضل طبعاً وأنا ببالي اختارت شخصية مستقلة أعرفها منطقتي بالنزاهة معروفة بالنزاهة إن شاء الله باتر انتخب اليوم كشباب لازم نؤمن بالتغيير فإحنا اليوم إذا ما نغير وما نروح ننتخب ما رح يصير حل البلد لذلك الأمور رح تظل متراكمة فيما عليه فإحنا اليوم لازم نهم بأرواحنا ونشوف الشخصية الجديدة والشخصية اللي اليوم طارح نفسها على الواقع الاجتماعي حتى ننتخبها ونشوف عسى وأن الله سبحانه وتعالى يحط البخت ويحط الحاض ويحط إن شاء الله الصيت به ويغير الناس الفقرة والناس اللي حالته متدهورة والناس اللي عامت في السنوات الماضية ويرى مراقبون بيان المرجعية الدينية حول إجراء الانتخابات مهم جدا على المشاركة الوعية والمسؤولة في اختيار من يموثلهم في المرحلة القادمة مؤكدين طريق الأسلم للعبور بالبلد إلى مستقبل أفضل هو مشاركة الجميع في الانتخابات الشخصيات اللي استغلت وعملت ووصلت للمواطن ميدانيا أو شخصيات أصلا هي ميدانية والآن رشحات أكيد معروفة لدينا اشتغل وراح فواته راح للمعوقين راح الوزارة العمل تابع معاملتك تابع قراراتك إذا كان بمجلس نواب مشهور بوقفاته للقرارات اللي تخص المجتمع هاي شخصيات أكيد راح ننتخبه لكن واحد صال له 8 سنين نائب والآن يريدنا ننتخبه طيب منه منه دمر العراق غير أنت 8 سنين ما قدرت تتخذ قرار واحد لصالح المجتمع لا المتقاعد ولا المعوق ولا صويت راتب ولا بنية ولا وزعت أي شيء الآن تريد انتخبه إذن لعدة أخطاء المفروض مثل مقالة المرجعية هذا جربنا ما قدر يسوي شيء ما علينا فاسد مفاسد بس ما قدر إذن انتخبه أشخاص جدد وأكون دماء شبابية وأكون ناس مستقلين يستحقون بحثوا في سيفيهم في حركتهم ستجدوهم ناس أبطال جيدين يستعد العراقيين يوم غدنا على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة لاختيار شخصيات تمثلهم في البرلمان وسط إجراءات أمنية مشددة لحماية مراكز الاختراع والناخبين شيبان سامي قناة وطن بغداد